السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم الجديد على القناة وصفة اليوم هي عبارة عن سلسة البشاميل بطريقة اللي كاتجي للديدة لهاد الكيمية اللي نستعمل نحتاج ترو ديال الحليب فوق النار تيسخن عندي سبعين جرام ديال الزبدة وسبعين جرام ديال دقيق ومطبعة الحال غادي نحتاج الملحة والبزار وشوية ديال القوزة اللي هي اختيارية اذا هنا عندي فتنجرة غادي نديرها فوق النار غادي ندير اولا الزبدة كالدوب وبعد ما كالدوب الزبدة كنزيدوا عليها كمية ديال الدقيق اللي هي سبعين جرام كالدقيق الزبدة وتنحركو كنخليوهادك الدقيق يطيب مزيان 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 ضروري خصوية طيب باش مجينة لديدة وتجي محمرة يعني ما خصش نديروها هكاك مباشرة الحليب الحليب انا هنا كما قلت لكم سخنتوا باش ما يديرو نجدوك الكويرات في سلسة البشاميل هنا مبعد ما تبطقيق غادي نزيد يطرو ديال الحليب كنزيد الكيمية شوية بشوية الحليب اللي عندي سخون انتو ما على حسب التكستور اللي بغيتو واش سلسة البشاميل تقيلة او خفيفة انا هنا غادي نستعملها لازاني يخصها تكون عندي خفيفة باش ما جينيش لازاني تقيلة اذا انا غادي ندير يطرو كامل ديال الحليب مع التحريك دائما باش ما يذكورش الدقيق هنا من بعد ما حركت انا غادي نزيد عليها الملحة والبزار والجوزة اللي قلت لكم اختيارية ماشي ضروري ولكن هي كتبننها بزف وعندي سر ديالي اللي كنديرها في سلسة البشاميل غادي تشوفوا معايا اللي كانزيدو في الاخير وكيعطيها فعلا واحد لدى يعني تجربوه وغادي تشوفو غادي تدوقو بنفسكم بانه كتجي الديدة هاد السر يعني هاد اللي كانزيدو انا يعني ما تقدرو ما تزيدوش تستغنو عليه ماشي مشكلة تقدرو ديرو السلسة غي هاكك بلا ما تزيدو هاد هادي القوزة يعني انا حكيت واحد شوية كما قلت لكم اختيارية ماشي ماشي ضروري صافي ومن بعد انا كانزيد واحد شوية ديال القشدة الطارية اللي كانت تكون سائلة هي اللي كانتعطيني نسمة ولده اللاسوس بيشاميل ديالي دائما كانستعملها دي سنين و سنين وصراحة عمرها ما خيبتني انا لهاد الليترو ديال بيشاميل غادي نستعمل عشرة سنتيليتر ديال الكريم سائلة او لا مية ميليليتر إذا بغينا نقولو بالميليليتر صافي ونبقى مع التحريك حتى نحصلو على الكريمة اللي بغينا انا كما كتشوفو خليتها بحال هكا ثم على حساب كما قد لكم اللي تبغيوا انتمنى الوصفة اليوم تكون عجباتكم متنسوش ديروا لايك الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلامة